بحث نائب مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي في العاصمة القطرية الدوحة مع مدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة تعزيز التعاون وتقديم المشاريع واستئناف عمل الصندوق التي توقف عن العمل في اليمن بسبب حرب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني وأوضح مجلي أن الحكومة اليمنية نفذت كثير من الإصلاحات مشيرا إلى تعمد الميليشيات الحوثية قص المنشآت النفطية لحرمان الشعب اليمني من مصادر الدخلة بدوري يكد مدير صندوق الأوبك استمرار الصندوق في تقريم الدعم الإنساني لليمن لتجاوز آثار الحرب ترجمة نانسي قنقر